مرحبا أنا عهود الجريد ممارس إحها واسترخاء نهارا فنانة تشكيلية مساء انعرفتك فنانة تشكيلية هذا المجال اللي فتح لي أفاق واسع بحياتي وسبحان الله كان لها دور في عملية الاسترخاء الكبيرة اللي أنا فيها على الرغم اللي مريت بقى حينا بظروف كانت فيها ضغوط شديدة جدا لكن الحمد لله قدرت أتجاوزها إلى حد ما وبعضها والله علاقت فيها فترة من الزمن ومع التنمية الذاتية تعلمت كيف أني أطلع من كل الضغوط اللي أمر فيها بحياتي بمتها السهولة اليوم إن شاء الله بكلمكم على أن كيف حنعمل حلقات متسلسلة مدتها دقاق كل حلقة بنشرها لكم عشان توصلون لمرحلة وعي وإدراك عالية في موضوع الضغوط اللي في حياتنا وكيف أن نحن زي ما تقولون نضبطها ونخليها تتجه من الضغوط إلى السلام والأمان والراحة الآن خلينا أتكلم معكم خلونا نعرفوا شي الضغوط الضغوط يعبر عن مؤثر يأتيك من الخارج أو من الداخل من بنات أفكارك بحيث أن يسبب لك نوع من التوتر طب لما توصل لمرحلة التوتر هذه باللغة الإنجليزية اسمها سترس وصرنا نسمع كلمات سترس كثير سترس من هنا ما ستقول لك أنا عنم سترس عندي توتر وضغطوني ضايق كلمات كثيرة ترمز لنفس الشيء لهو التوتر جميل جدا بتقولوني طب ليش فلان مثلا نشتغل في المكان نفسه مع فلان لكنه رائق وهذا متوتر هذا هو مرووق ومستانس ووضعه جميل والثاني من نرفز أي كلمة نرفزها بارود السبب كالآتي الضغوط هي وشه أو السلام هو وشه لازم نعرف الثانيين عشان نعرف موضوع لأن في كلمة جدا مهمة إذا أردت الجواب لابد من إدراك المسألة يعني تعرف المسألة وشي عشان تلاقي الجواب عبر حلها يعني تحل المسألة حتى تلاقي الجواب طيب خلونا الحين نبدأ بالخطوة الأولى كل إنسان في الدنيا عنده هدف أي هدف صغير ولا كبير هدف مالي هدف اجتماعي هدف زي ما تقولون تحقيق الذات أي هدف طبعا عندكم في سلم الأهداف فتبدأ الأفكار عندك في تطلع أنه يشهد أفكاره وهمتها وقدرات الجسدية أمكانية عشان يحقق هذا الهدف فينطلق لتحقيقه يمشي بالخطوات اللي إذا أغلب الناس بقوف فيها عشان يمشي على خطاهم عشان يحقق هدفه فيعمل ويسوي كده أحيانا يشت حيلة زيادة زيادة الجميل في الموضوع لما الإنسان يبدأ يشتغل على الهدف نفسه ويحققه تجي زي ما تقولون يتنفس يعني ينبسط أو تجي نشوة قوية بتحقيق الهدف الله ويدي التصفيق من الحول برافو ما شاء الله عليك عملت عملت هذه النشوة ممكن أحيانا تطلع شيء اسم النفس الغرور أو الإيغو فتقول لا لا أنت مكفايا الهدف هذا هدف ثاني فيدخل في هدف ثاني بدون ما ياخد فصلة الفصلة اللي هي أنك أنت تعمل وقفة ما بين هنا وهنا ترتاح فيها تحقق مهارة زي ما تقولون هواية تروح للصيد ترسم تحضر حفل موسيقي أوبرا تقابل أصدقائك في لقاء ويدي تحضر رياضة أي حاجة تبي تعملها أنت وتبي تسويها بدون ما تحقق منها عائد مادي يعني أنت الهدف عادة يكون من أهداف أنك أنت تبي تحقق نفسك على صعاد الاجتماعي المادي إلى آخره إلى آخره هذه الفصلة ما فيها ما وراها فلوس إلا بالأكس أنت تصرف عليها لكنها يتحقق لك التوازن ليش؟ لأنه لو ما عملت الفصلة هذه وقعت من هدف من الهدف من هدف من هدف من هدف من هدف هيحصل عندك سلسلة متصلة من الأهداف اللي أنت قاعد تحققها لكنك ما أنت قاعد توجد مرحلة استراحة بالنص هذا الاتصال في تحقيق الأهداف بدون وقفة يؤدي إلى ظهور التوتر التوتر على الصعيد الجسدي أو على الصعيد النفسي أو على الصعيد يعني حتى الاجتماعي تلاقي نفسك علاقاتك خربت فنبدأ بالتوتر يعني كيف بدايت أول حاجة يبدأ الإنسان مثلا يلاحظ أعراض أعراض خارجية تبدأ تطلع عليه ينرفز بصراعي الضايق فيه إنسان مثل مار كذا يضايقه يحصل موقف في الشغل ممكن لو أحد يرمي قلم جنبه يطلع منطوره طب يعني مو معقولة يعني كما يصير شيء يلاقي نفسه منرفز الشيء الثاني يبدأ يشعر بالضيق بالضيق من نفسه ومن المكان اللي هو فيه من الأشياء الثاثة طبعا طبعا آخر الأشياء أنا أعتبرها ظهور أعراضة جسدية الأمراض يبدأ تطلع عليه أمراض وهو قاعد يعني يقول لك والله فجأة شوفوا اش كان عايش قبل خمس سنين فهذه الخمس سنين عملت مرضة الآن أو كيف هو السلوك اللي يعمل عشان يحقق له شيء هذا هذا هو والله عايش بتوتر طبيعي يعتظر أمراض فيبدأ بعد كذا الألم الجسدية الألم العضلات العظام الآخرة 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 تطلع تطلع يبدأ يطيح يعني كل حاجة تبدأ تنقط منه تطلع لكن ما تطلع بشكل إيجابي لأن الضغوط لها نوعين إيجابي وسلبي الضغوط الإيجابية مطلوبة يا جماعة لعشان تحقق أهدافك يعني إنت عندك هدف تريد تسوي لازم تطلع هرموناتك ترتفع تتضبط تتحفز تنطلق تتجهل الهدف بكل قوتك وتحققه بعد ما تحققه تأخذ استراحة نسموناها استراحة المحارب هذه استراحة المحارب مهمة جدا لأنها عبارة عن عملية الشحن تتجهل الهدف بعدها استراحة بعدها مرة ثانية هدف ثالث استراحة الاستراحة هذه طبعا تطول أو تقصر حسب رغبة الإسان نفسه في ناس تأخذها مثلا يوم في ناس يومين في ناس شهر كل الإسان حر يعني في واحد يقول لك لو أطلع شهر مثلا أتجول في البراري أستكشف وكذا وكذا أعمل شيء كثير يعني في واحد يقول لك بطلع رحلة هايكينغ مدة سبوعين في واحد يقول لك بطلع قصيدة ونروح فيها من ناحية حياتنا اليومية الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحنا بها يا بلال واش كان يقصد كان يقصد الصلاة فالصلاة هي أول مرحلة من مراحل الراحة اللي هي الفصلة فأنت لما تكون تشغل طول نهار مثلا كبائع أو كمستثمر أو كطبيب أو أي مهنة طول نهار جاء وقت الصلاة شيء للدنيا كلها من مخك خلاص هذه الفصلة عملت لك زي ما تقولون شحن لما بعد ذلك فأنتخيل خمس مرات تقعد تفصل شيء رائع جدا وكلها الدقائق طبعا حققت الهدف أفصل مرة ثانية في حاجة ثانية هذا من ناحية الدينية طب في واحد مثلا يقول لك والله أنا أبغى تعلم كيف أفصل كمان من ناحية مثلا أنا صليت وكذا تمام وأبغى أزيد أبغى أزيد لنا حالة التوتر عنده عالية ممكن أنت في المكتب تغمض عينك تغمض عينك خمس دقائق وتحاولك ما تفكر في شي أنا ما حقول لك إلغي الأفكار أو اطرد الأفكار هذا كلها كلام مش صحيح الأفكار لا يتم طردها يا جماعة الأفكار تتوجه تحركها شفتوا المرفات تحركها تدفها هنا وتدفها هنا فطريقة تفكيرك هذه زي ما تقولون طريقة معينة وفيها لها تقنيات يتم التدريب عليها هذه نحنا أقدمها لكم بحيث أنكم تعرفون كنت تتوجه أفكارك يا أما هالناحية يا أما هالناحية ولك الخيار هذا خيارك وهي بحياتك فالحين إن شاء الله كنت وضحت لكم أول شي خلونا نعمل زي ما تقول مراجعة بصغيرة إن الضغوط في ضغوط إيجابية وفي ضغوط سلبية الإيجابية هي اللي تحقيق الأهداف وهي اللي تحصل يكون بينها فصلة بسيطة نعمل فيها ممارس فيها هواياتنا اللي إحنا ندفع عليها ولا نحقق من وراءها عائد ما دي لكن نحقق من وراءها عائد في ربح معنوي وسلام وأمان واطمئنان واسترخاء فالهدف الأول يتحقق فاصل هدف ثاني هدف هدف وراء هدف هدف والواحد يقعد يجري 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 ما عمل أي فاصل بالنص هنا ممكن يوصل مرحلة التوتر التوتر إذا دخل حياة الإنسان ممكن يغير عليه كل حاجة هو موجود فيها يغير عليه طبيعة العمل طبيعة تصرفاتها طبيعة حتى زي ما تقولون سلوكه اليومي أحيانا تغير عليه حتى طبيعة جسمة يما يصاب بالأمراض يما بالباشئة كثيرة كثيرة ممكن يصاب فيها فإن شاء الله كنت وضحت لكم وستنوني في المرة الجاية في رقم اثنين من الضغوط الحياتية وكيف أنك أنت زي ما تقولون تتخلص منها لتنعم بالسلام والراحة إن شاء الله معكم عهود الجريد ممارس إحاو استرخاء وأبتقيكم على خير